حيث أقول لكم أن كمان كارلوس كيروش يعني أكد على أن طموحات الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية الجارية هي في الكاميرون طبعا هي الفوز بكل المباريات ولكن يعني في تصريحاته دي الحقيقة قال كلام نقدر نقول أنه هو شوية مختلف عن الكلام اللي صرح به قبل كده قال خلال هذه التصريحات بهذا المؤتمر أنه شرف كبير لنا أن احنا نبدأ المنافسة ضد نيجيريا وهي بلد كرة قدم عظيم وقال كمان لدينا فريق قوي زو مستوى عالي أمامنا وسنقدم أفضل ما لدينا خلال مباراة اليوم وأضاف طموحاتنا بسيطة للغاية ودي الحتة اللي نعايز أقف فيها بقى مع كل حضراتكم قال إن طموحاتنا بسيطة للغاية طب إيه هي طموحاتكم أو إيه هي طموحات المنتخب الفوز بجميع المباريات دي الحتة بقى اللي اتغيرت شوية دي النبرة اللي اختلفت شوية لأن احنا الفترة الأخيرة أكتر من مرة وقفنا أمام تصريحات دي كانت تبدو فيها كتير من الانهزامية لكن المرات دي الموضوع مختلف إلى حد كبير قال إن طموحاتهم هم الفوز بجميع المباريات قال لدي خيارات جيدة في فريقنا لدينا سبع مباريات لنلعبها وستكون استراتيجيتنا في الملعب أنا برد بقول هكذا نتمنى نتمنى نشوف استراتيجية نتمنى نشوف أداء والأهم كمان نتمنى نشوف نتيجة ترجمة نانسي قنقر